مرحبا حضرانكم من جديد ويمكن لسه كنت بتكلم مع أحمد دلوقتي في الفاصل أنه قد إيه شايفين دعم من جمهور الأهلي لمسيماني إحنا كنا بنتكلم أنه قد إيه جمهور الأهلي جمهور ذكي فاهم كويس قوي الظرف اللي نادي الأهلي فيه دلوقتي فاهم كويس قوي أن المدرب الجديد لسه واصل من يومين لسه مش هينفع يبقى الحكم عليه دلوقتي ومع أن الحكم من أول مباراة هو كويس جدا يعني ولكن عارفين إن المباراة اللي جاية هي مباراة إعدادية لماتش الوداد وهو قلب النص يعني يا أحمد إنه خلاص يعني عايز يوصل باللعيبة ماتش الوداد وهم حفظين كويس قوي هم يعملوا إيه حفظين كويس قوي الخطة مفاهمهم طريقة لعبه ومفاهمهم كل اللي في دماغه والأفكار اللي في دماغه اللي عايز تفضل إحنا قلنا كل ده في الفصل كنا بنقول إن الجمهور في دعم منه لموسيماني يعني يمكن يعني دايماً لما بيقى فيه مدرب جاي الندي الأهلي دايماً بتنقسم الأراء عليه خصوصاً لو يعني ما كانش السيفي بتاعه أو كان الاندي اللي تولى مسؤوليتها كانت كبيرة أو ما كانش حق بطولة مثلاً مهمة دايما بيقى فيه انقسامه دايماً يعني يحصل مع فيلر مثلاً فيلر شخصياً رغم إنه يعني مشواره يعتبق إلى حد كبير جداً ناجح طبعاً بالأرقام ورغم إنه تلقى إشادة لغاية المرجعنا طبعاً من كورونا لكن برضو حصل عليه حالة هجوم لكن موسيماني الحقيقة يبدو إنه في حالة فرحة مش بس جوه النادي الأهلي برا النادي الأهلي الجمهور كله مستقبل الرجل أو شايف إنه الرجل يقدر يسيب بصمة مهمة جداً مع النادي الأهلي خصوصاً طبعاً قبل أفريقيا وإحنا كلنا ثقة فيه وإنه إن شاء الله فعلاً نوصل ماتش الوداد زي ما قال كده في المؤتمر إنه هو عايز يبقى رادي في كازا بلانكا عايز يبقى جاهز تماماً في كازا بلانكا وبرضو طبعاً المكسب يكون في مطش العودة بإذن الله في حاجات كتير جداً تطمن يعني خليني أقولك برضو ولو إن الحقيقة المطشط الكبيرة دي ما بيبقاش لها حسابات يعني في مطشط إحنا دخلناها كنادي أهلي في أوقات كتير وفي بطولات أو مناسبات مختلفة يعني الواحد كان حطت إيده على قلبه بيقول نخسر بس ما نخسرش بسكور فتخش تلاقي الفرقة بتكسر الدنيا وبتعمل يعني بتعمل مطشط إعجازية والله إيه ده حصل كتير جداً أنا مش عايزة دي أمثل عشان الحاجات دي بيقى فيها حساسية يعني كل السكورز الكبيرة اللي عملها تيم الأهلي مع الفرقة المنافسة دي على أقل مثلاً على المستوى المحلي كانت مطشط إحنا راحين وإحنا حطين إيدنا على قلبنا نلاقي الأهلي بيكسب ستة هنا وستة هنا فرقة زي الترجي على فكرة إحنا طبعاً يمكن أكتر فرقة في أفريقيا عاملة سكور على الترجي أو على فرقة التونسية بشكل عام وعلى الترجي بشكل خاص في ملعبهم دائماً وانت رايح تلقى في تونس فحط إيدك على قلبك خاف إنه المطش ما يمشيش على بشكل كويس أو إنه نخسر وما نتأهلش أو إنه نخسر بسكور فتلاقي الأهلي بيعمل أحسن مطشط فقط المطشط الكبيرة ملهاش حسابات كون البطولة غايبة عننا بقالها سبع سنين أنا بتقالي ده حافظ يعني ده مش حاجة سلبية ممكن ده يكون حاجة إيجابية لأنه اللعيبة قدامها فرصة كبيرة جداً عليها أنها تستغلها المنافس بتاعنا الرئيسي الوداد والوداد مش في أحسن حالاته يعني هو صحيح الناس بتقول إنه الوداد أو الأهلي اللي هيكسب أو هيعدي من المواجهة اللي جاية هو المرشح الأكبر للفوص بالبطولة لكن أنا بشوف الحقيقة إنه الوداد في التوقيت الحالي والعروض الأخيرة في مطشاط الدوري مش هو الوداد اللي احنا فاكرينه أو اللي كان ظاهر فيه الموسم السابقة في صورة جاية ده جداً فكل ده الحقيقة فرصة كويسة فيه أكتر من اللعيب يبتدى يرجع عندنا في الأهلي الشحات كهرباء الشيخ واجعيب المناسبة رجعوا القايمة بعد الراحل اللي ده لهم الجهاز الفني هيلعبوا مطش أمبي اللي جاي فنتمنى إن شاء الله في خلال العشر أحداشر يوم اللي جايين دول إن شاء الله بإذن الله القوى الضربة للنادي الأهلي كلها تكون جاهزة لمواجهة الوداد